بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب إذا عدم الحبيب والطبيب إذا عز الطبيب راحة القلوب إذا اشتدت القروب صلى الله عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه الرحماء صلاة محيطة بجميع الكمالات عالية على سائر الصلوات تطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس وسيئات الذنوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناتي الأعزاء والأوفياء سعيدة بلقيكم في هذه الحلقة الجديدة ولن يفوتني أيضا أن أرحب بجميع المشتركين الجدد الذين التحقوا بعائلة قناة أسرار أسماء الله الحسنى فأهلا وسهلا بكم جميعا أقدم لكم إن شاء الله في هذه الحلقة دعاء عظيما من أدعية الإمام عبدالقاضر الجيلاني قدس الله سره وهو لقضاء الحوائج ولتيسير الأمور والاستجابة الدعاء فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله نبدأ على بركة الله فهذا الدعاء الجليل قال عنه الصالحون والعارفون بالله الشيء الكثير الكثير وأوردوا فضائله ومزاياه في العديد من كتبهم ومخطوطاتهم عبر القرون فهو دعاء جامع شامل مجرب لكل من له حاجة عند مالك الملك سبحانه جل وعلا خصوصا للأمور التي نراها بإدراكنا وبعقلنا المحدود والقاصر معقدة ومستعصية أو حتى في بعض الأحيان أن هذا الأمر يكون نره مستحيلا وهو أيضا نافع في حالة الكرب الشديد الذي لا نرى له حلا أو مخرجا ونافع أيضا لمن ضاق عليه رزقه ومعيشته واشتدت فاقته وأيضا هو لكل حاجة ولأي حاجة ولكل أمر ولأي أمر أو مسألة أو دعاء تريد أن يحققه الله لك ويستجيبه لك بفضله ورحمته وطريقته الصحيحة هي كالآتي كما أوردها العديد من مشايخنا هي أنك ولمدة سبعة أيام متتالية تستيقض وقت الصحر بمعنى قبل آذان الفجر بساعة تقريبا وهذه هي وقته الصحيحة وأعلم مسبقا أن العديد منكم سيسأل في التعليقات هل ممكن أن أقوم به بعد صلاة الصبح أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في أي وقت آخر والجواب هو أن بعض الفوائد حدد لها الصالحون ومشايخنا أوقات معينة فيجب احترامها والالتزام بها حتى تجد تجلياتها لأن هناك أوقات أفضل من أخرى ووقت الصحر فضله عظيم وهذا معروف عند سائر المسلمين ولن أقول لا تقرأه في وقت آخر بالعكس فباب الدعاء لرب العالمين مفتوح في كل الأوقات ودائما لكن وكما أوصان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب دائما أن نتحرى أوقات الاستجابة والصحر هو طبعا من بين هذه الأوقات المباركة إذن وكما سبق وقلت يعني هذا كان فقط بين قوسين طريقته صحيحة أنك تستيقض مدة سبعة أيام متتالية وقت الصحر يعني ساعة قبل آذان الفجر تتوضع وتحسن الوضوء ثم تلبس تيابا طاهرة وتتطيب بشيء من الطيب وتبدأ في ذكر ما يلي الاستغفار بأي صيغة شئت مئة مرة ثم بعدها الصلاة على النبي بأي صيغة شئت مئة مرة أيضا ثم بعدها تقرأ صورة الفاتحة بالبسملة سبع مرات يعني البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني تكررها في كل مرة ثم بعدها صورة الإخلاص أيضا سبع مرات بالبسملة في كل مرة ثم بعدها تقرأ الدعاء وهو كالآتي ثلاث مرات تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حل هذه العقدة وأزل هذه العسرة ولقني حسن الميسور وقنيس المقدور وارزقني حسن الطلب واكفنيس المنقلب اللهم حجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي وشفيعي دموعي وكنزي عجزي إلهي قطرة من بحار جودك تغنيني وظرة من طيار عفوك تكفيني فارزقني وعافني واعف عني واغفر لي واقضي حاجتي ونفس كربتي وفرج همي واكشف غمي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إذن كان هذا هو نص الدعاء وكما لحظتم فهو قصير ثم بعد أن تقرأ الدعاء ثلاث مرات مباشرة بعده تسجد وهنا سجدة خارج الصلاة فقط تسجد وتكرر عشر مرات فأكثر في سجودك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني تكررها أقل شيء عشر مرات إن شئت أكثر فخير وبركة ثم بعدها ترفع رأسك من السجود وترفع كفيك وتسأل الله حاجتك وتسأل الله ما تريد تختم مجلسك كما تعودنا دائما بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأله بأي صيغة وأي عدد شيء وبإذن الله تعالى ستجد ما يصرك ويسلج خاطرك بعد هذه الفائدة وهذا الدعاء العظيم لأن له تجليات لا تعد ولا تحصى على ذاكره وصلنا إخوتي في الله إلى ختام هذه الحلقة أعتذر منكم لأن هناك صوت المطر هناك صوت المطر يعني حاولت أن أزيلهم من التشجيل ولكن غير ممكن فأعتذر منكم إذا كان الصوت في شيء من الإزعاج أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم للقناة ألقاكم على خير وهدى ورحمة في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة